مازال الكلام متواصل على مهرجان العالمين وما فيش شك ان المهرجان ده بقى حدث سنوي مهم جدا يمكن احنا يعني بنشهد النهاردة النسخة التانية منه لكن الموضوع تعدى انه هو بقى اكتر من احتفال ترفيه جنسيات عربية كتير جدا بتأتي الى العالمين من اجل حضور الفعليات الاستمتاع بالحفلات بالليل المشاركة في الحفلات الصبح الدولة بترهن عليه بشكل كبير بيعتبر استثمار استراتيجي هدفه في الاساس تعزيز مصر كواجهة السياحية العالمية تسليط الضوء على الامكانيات الهائلة اللي بتتمتع بيها مدينة العالمين الجديدة وايضا التأكيد على قوة ورسالة مصر النعمة في المحيط العربي والاقلية طبعا مهرجان العالمين مش بس مهرجان للفن لكن كمان الفنون باشكالها والثقافة باشكالها وروافضها المختلفة والرياضة والترفيه وكل ما يشتهي من يأتي الى ارض العالمين سواء في مصر او في العالم كله هيلقيه طبيعة خلابة بحر صافي جدا زرقة للمياه رمال نعيمة شاطئ ممهد طبيعة خاصة جدا أبراج سكنية مدينة زكية يعني كل واحد نصف حاجة هيلقيها صهرات هيلقي الاستمتاع بالطبيعة هيلقي إقامة هادئة وجوه صحه كل ده هيلقي خلونا نتكلم عن مهرجان العالمين وازاي يقدر الناس من مهرجان العالمين يستمتعوا خلال الصيف وشهور الصيف الرئيسية طبعا شهر سبعة وشهر تمانية المهرجان دخل أسبوع الرابع ويستمر حتى نهاية تمانية الدكتور حسام هازي عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية بنصبح على حضرتك صباح النور أهلا بحضركم يا دكتور حسام قلنا الناس عامل ايه في العالمين وإيه الإشغال في الفنادق عامل ازاي هناك؟ والله الإشغال في الفنادق مئة في المية لو بها تأخر تمانية وفتسعة كمان ممكن يزيد أكتر فعلا احنا مش لقيين أماكن خالص والفنادق كلها فايف ستارس دي لوكس عالية جدا ولكن مليانة مئة في المية بأسماء تشينز كبيرة قوي عالمية إقبال رهيب من السياح المصريين وعرب طبعا وفي بعض الأجانب جنسيات خليج كلها؟ معظمه عرب وخليج وعرب ومصريين حاملين جنسيات مختلفة من خارج برضو موجودين في الريزورتس وموجودين في الفنادق وفي أجانب بعض الأجانب بس لأن الثقافة بتاعة المهرجان بتاع العالمين قريبة أكتر قوي للعرب الغناء الحفلات المصرح اللي كانوا بيشوفوه زمان في السكندرية والقاهرة قبل ما يبقى فيه العالمين كان متواجد فطبعا العملية عملت نقلة كبيرة كافة التجهيزات اللي موجودة في منطقة العالمين وفي الساحل الشمالي كل حاجة موجود سهر مولز كل الاستعدادات الإمكانيات على أعلى مستوى الخدمات الأكل الانتقالات الطرق البنية التحتية في مطار العالمين طبعا سهل ومطار برج العرب على برضو كيلومترات بسيطة من العالمين بينزل فيه تيران الشارتر على طول من الدول العربية ومن الدول الأوروبية بينزل تيران الشارتر بأسعار أفضل حتى طبعا تيران الشارتر بيفرق كتير أولا لو فيه تيران شارتر جاي من أوروبا المسافة هتبقى 4 ساعات ونوض 5 ساعات مثلا بالكتير قوي من الدول العربية طبعا ساعتين تلاتة يعني وأقل سواء في برج العرب أو في منطقة العالمين في ناس بتيجي طبعا لمارينة العالمين باليخود بتاعتها ده برضو من البحرابد المتوسط فده كله يعني له تأثير إيجابي كل حاجة تنوع المصرح زي ما قلنا الغناء الأطفال المسابقات الرياضية سباق الهجن ده طبعا بالنسبة للدول العربية ومصر حاجة كبيرة وبالنسبة حتى القبائل ومتابعة وهجن عربية أصيلة بأرقام كبيرة كل ده له تأثير إيجابي كبير في تصليت الأضواء على منطقة العالمين وعلى مصر سياحيا بشكل كبير احنا لو نشوف المهرجانات اللي يمكن في المنطقة زي مهرجان قرطاج مهرجان موازين سواء تونس أو المغرب كلها مهرجانات بتبقى في الأصل بتقدم حفلات احنا تميزنا بإيه عن تقديم الحفلات أكثر احنا عندنا تنويع كتير يعني غير الحفلات وطبعا مشاركة المغنيين المصريين والمغنيين العرب من كافة الدول العربية عندنا المسرح مثلا عندنا الطفل فيه لوء زي مهرجان عندنا تزوق الطعام فيه يعني المسابقات الرياضية المختلفة كل ده في وقت واحد مع كافة الامكانيات اللي موجودة كمدينة حديثة زكية تكنولوجي طرق سيرفس خدمات يعني انت متوفر كل حاجة مطار بحر مارينة للأخوت يعني بتناسب كل وبعدين انت فيه حتى سامع يعني الناس بتيجي من كل مكان في السحل الشمالي تحضر الحفلات فده برضو بيزود زيادة السياحة اكتر في الريزورس لان السحل الشمالي ومنطقة العالمين تم فيها صفقات كبيرة عالمية زي رأس الحاكمة وساوث ماد بس هي استثمار عقاري سياحي عدد الغرف الفندقية في العالمين يمكن اربع تلاف غرفة المستهدف الفترة القادمة من قبل الدولة عشان نصل لتلاتين مليون من ضمنها منطقة العالمين يعني خمسة وعشرين الف غرفة زيادة او تلاتين الف غرفة ده هيجيب ملايين من السياح وهينزل التيران الشرطر بشكل اكتر لمطار العالمين عشان السياح لان احنا لو قلنا مثلا البحر الاحمر وجنوب سيناء ومرسعالم فيها مطارات وكلها فنادق على الشواط فنادق صحيح العالمين ليها وضع مختلف قرى قرى سياحية وريزورس فطبعا لما يتبني فنادق كتير وفيه عدد غرف فندقية هيبقى فيه ريجولر تشارتر مثلا وتسويق بشكل مغين هيجزب السياح من كل الدول العالمية المخاطط ده فين رغم الساحل يعني اللي يمشي عليه يحس انه ممتلئ يعني هل فيه غرف فندقية هل الريزورس دي هل هيبني جوان فيه أماكن وفيه شواطئ محطوطة في الاعتبار هتتحط فيها كم من الفنادق سواء في المشاريع الحديثة الجديدة اللي هي اللي تمت فيها السفقات أو لسه فيه وممكن في منطقة العلمية يبقى فيه أماكن وفيه بعض المشروعات السياحية بيفترض ان هي لازم يعني من ضمن الترخيص الخاصة بيها ان يكون جوها فندق آه بس فندق فهل ده متابع برضو في الساحل ولا لا يعني ده موجود في البحر الأحوال وخلدي السويس حتى فيه في مارينة بيبقى فندق تقريبا فيه في كذا منطقة يعني بس هو طبعا الجزء الأول مارينة واحد واثنين وفيه فنادق هناك وفور ستارز وفيه ثري ستارز وكده بس الكم مش كبير يعني الكم أربع تلاف غرفة مثلا مقارنة بالغداء مثلا ممكن يبقى فيه خمسين ألف غرفة بس الغداء بنيت كمدينة سياحية وبقالها كم سنة وبقالها كم سنة أنا عصدي إن الشواطئ الأول كانت مش للريزورت للفنادق فهنا إحنا الفترة القادمة لو التركيز عشان نجذب أكبر عدد من السياح والأجانب طبعا إحنا بيجينا أجانب من زمان لزيارة مدحف العالمين ومعركة العالمين والأثار وكانوا بيجوا من إسكندرية وبيعودوا في الفنادق اللي كانت موجودة أو في مثلا الإسكندرية ويقوموا بالزيارات ويرجعوا إلى آخره فعندنا كم من السياح الأجانب اللي ممكن يجي طبعا إحنا عايزين السياح الأجانب بقى يبقوا قاعدين مثلا زي ما بيقعدوا فترات في الغرداء طبعا كل ما زادت الرقعة الفندقية أو تأجير بقى الريزورت أو الشاليهات أو كده كشواء فندقية بالنسبة للأجانب وتهيئة البنية التحتية الحقيقة الطرق والمطارات وكل ده ده الإجابي لكن هل أنا عندي أرقام محددة لإحتياجاتي يعني متوقعا المدينة يجيها قد إيه فأنا بالتالي عايز أستعد بعدد من الفنادق والغرف السياحية قد إيه لا هو مش إحصائية بس إحنا حضرتك لما يكون مثلا عندنا 30 ألف غرفة ب60 ألف سيح في الليلة خلاص لو السيح هيعد أسبوع يبقى حلما نتكلم أربع أسابيع نتكلم مثلا 60 في أربع أسابيع نتكلم مثلا بـ 240 ألف يعني لو أربع شهور هيبقى لو أربع شهور بس هيبقى مليون طب لو يبقى لو بنتكلم في 12 شهر مثلا أو 11 هيبقى 3 مليون مثلا فكل ما زادت التقل ليه بقى لأن هيبقى في عندنا حجوزات دايريكت لمنطقة العالمين عن طريق تيران الشارتر أو عن طريق برج العرب مثلا في اسكندريا تيران الشارتر ينزل ودايريكت للعالمين زي ما بيحصل أن التيران الشارتر بينزل في كل محافظات السياحية حتى في القاهرة مطار سفينكس بقى فيه تيران شارتر دايريكت في شارم الشيق في مارس عالم اللي هي مالديف المصر دلوقتي بيسموها ونسب أعداد كبيرة بس هو الثقافة والسياحة بتناسب أكتر في منطقة الساحل الشمالي السايح العربي الساحل الأجنابي بيدور على اللي مش موجود عنده خلاص اللي مش موجود عنده البحر أحمر البحر أحمر موجود بين مصر وبعض دول السعودية الأردن اليمن يعني المجموعة دي وبعض الدول الأفرقية بس في بقى ايه بالنسبة لساحة الدايفينج بيعد أسبوع على اليخت أو عشر تيام بيعمل دايفينج عشان شعب أو رحلات الصيد مثلا ايه ورحلات الصيد والسنوركلينج والنباتات التحت والأسماك اللي بالألوان فهو مش موجود عنده دا في أوروبا زي الساحة الميديتريني أو الإيطالي الأسباني الأسباني وفي في تركيا وفي في المغرب المغرب مثلا لكن الخليجي عنده البحر الأحمر فبيجي لنا هنا وثقافة مصر بتتناسب مع ثقافة السياحة العربية هو بيجي مثلا يعني الخليجي متعود من زمان من كان في بينزل اسكندرية وكان بيحضر حفلات في المعمورة والمنتزة والمصرح المسارح في الصف في اسكندرية وفي القاهرة كان فيه المسرحيات يعني الحاجات دي أنا كنت بروحها وبعملها في التمانينات ونسانينات عشان رجل كبير شواء فده كله كان موجود وكانوا بيبقوا متواجدين بكسافة بيحضروا مسارح للفنان عدل إمام والفنان محمد صبحي وكل النجوم وسامير غانم يعني كان بيبقى فيه التواجد بقى كمان كان بيتنقل من القاهرة يروح بقى اسكندرية جميع شيحة بلف اسكندرية وعندهم حتى شواء هناك وعندهم في الريزورس برضو السياح العرب عندهم هناك وفي الريزورس طبيعات الجو برضو تقس معتدل يعني السحل الشمالي عندنا طبيعي والسهر والمصر ليها جو مختلف ساحة تراثية يعني حاجة بالتراث حتى القعدة في اللي قلنا في القاهرة في خان الخليلي في الحسين فليها جو مختلف تماما بيناسب ثقافات كتيرة بيناسب كل شو يعني احنا عندنا كل جنسيات العالم تيجي مصر في السياحة في السياحة الشمالي قلنا المصريين والعرب وبعض الأجانب لكن في مصر كلها اللي بيجوا في القاهرة وفي الأسر وأسوان وفي شرمشية احنا عندنا السياحة في منطقة البحر الأحمر بالنسبة لأوروبا الشرقية هم ثقافتهم كده دايفينج دايفينج سنوركلينج والسياحة الثقافية يروح يوم لؤسر بالأوتوبيس ويرجع تاني يوم أقرأ يشوك رحلة ويعضي طب أنا لما أكون سائع خليجي وأسمع أن رئيس دولة الإمارات اللي هي من أهم الدول السياحية اللي موجودة على خريطة العالم مش خريطة الوطن العربي أو الخليج العربي فقط للعام التاني على التوقت يأتي لقضاء أجازاته السنوية في العالمين رسالة مهمة جدا وأعتقد أن نحن محتاجين نسويها أكتر من كده ونقول يا جماعة يعني الموضوع مش بس دا فيه رؤساء دول طبعا وكان فيه يختاروا دا كمقصة سياحة والعام الماضي برضو كان فيه مؤتمرات سياسية موجودة في منطقة العالمين كان سيد الرئيس هناك كان ملك الأردن موجود وكانت رئيس الفلسطيني وده برضو يدل على سياحة المؤتمرات ممكن تبقى طوال العام يعني دي مهمة كان نوع من السياحة عشان تفضل على من شمالها سياحة المؤتمرات يعني أسوى بشارم الشيخ فيه كافة الإمكانيات فيه كافة القاعات فيه كافة الاستعدادات فيه كل حاجة المطارات يعني فدي هتبقى موجودة عندنا مؤتمرات كتيرة مش شرط بس مؤتمرات سياسية فيه مؤتمرات طبية فيه شركات أدوية فيه مؤتمرات مناخ فيه مؤتمرات سياسية مؤتمرات سياحية يعني فيه حاجات كتيرة جدا فيه جمعة فيه أكتر من جمعة كمان بالضبط أنا كمان كسياحة مؤتمرات ممكن تبقى خلال فترة العام كله متواجد بشكل كبير النشاطات بقى لو مسابقات رياضية بشكل كبير كل شوية لو فيه حفلات بقى هنعملها مثلا للأجانب بقى كونسرتس مغنيين عالميين أوبرا وتفر ده برضو هيبقى لا وهناك عندنا المسارح والمدينة التراثية يعني فيه الاستعدادات إيه الأثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمدينة العالمين ومشروع العالمين تحديدا أثار اقتصادية طبعا واضح يعني أن هي دقالة تعملها صعبة كتير للبلد الصفقات اللي تعمت بالإضافة لمتوسط انفاق الفرد في فترة السيف في السياحة في الفنادق الضخمة دي بيصل إلى 300 دولار في اليوم ده متوسط انفاق للفرد سياحة اليخوت متوسط انفاق الفرد في سياحة اليخوت خمس أضعاف الساحة العادية طبعا طبعا يعني مستوى تاني قال طبعا فرص العمل اللي غفرت مثلا احنا نتكلم على خمسين ألف فرصة عمل اللي وجدت كل ما زاد الاستثمار وارتباط السياحة بحوالي سبعين مورد فيه توريدات بقى لكافة الفنادق لكافة الريزورتس توريدات غزائية توريدات الأدوية لحاجات الطبية يعني فيه علاقات كتيرة جدا وفيه دوران رأس مال بشكل كبير وفيه دخول عملة صعبة بشكل كبير بالإضافة طبعا الناس اللي بتشتري في الاستثمار السياحي العقاري في المنطقة نعم فده طبعا بيدخل نسب عالية من العملة الصعبة لمصر وده مصر محتاجة ساوث مد ورأس الحكمة لو ما كانش مهرجان العالمين موجود السن اللي فاتت كانوا تعملوا؟ احنا طبعا هو يعني احنا عايزين هو عامل مساعد ولكن هو تخطيط من الدولة اقتصادي وده تخطيط دول مع بعض صفقات كبيرة ساوث مد مثلا دي رجال أعمال مع الدولة هنا ورأس الحكمة دولة مع دولة فتخطيط بالإضافة طبعا مهرجان العالمين بيطفي يعني ده حتى لو هم في رأس الحكمة أو في ساوث مد أو في أي حتة أكيد الناس دي بعد كده هتبص لها بجي المهرجان وبتحضر المهرجان بس طبعا فيه استعدادات كبيرة في البناطق دي وهتبقى عندهم نفس الإمكانيات ونفس الحاجات بس المهرجان بيقوم في حتة معينة هيجوا بس أكيد ساعد بس طبعا التخطيط السليم في الصفقات كتخطيط استراتيجي من الدولة ووضع لجذب المستثمرين وإعطاهم الفرص والتسهيلات والإمكانيات والإمكانيات بشكل سليم لأن كل ما وفرت طرق استثمارية وتسهيلات كبيرة للمستثمر للقدوم إلى مصر مع الإعفاءات الضريبية هتشغل حجم أعمالة كبير جدا ده أولا والدولة هتكسب كتير من وجود المستثمرين دول ومتوسطات إنفقهم فلازم طبيعا أنه ياخد تسهيلات لجذب مزيد من الاستثفارات والإعفاءات الضريبية طيب جميل أول إيه الرسالة اللي حضرتك تقولها وإحنا دلوقتي في مهرجان العالمين وبنتكلم عن بنية تحتية مشرفة الحقيقة ونتكلم عن ساحل شمالي بطول كيلومترات طويلة جدا ولسه وعدوا فيه المقاومات اللي هنقدر نقيم عليها المزيد والمزيد من الأماكن السياحية والجاذبة العالمين بقت مدينة فيها مقاومات كبيرة قربها من الإسكندرية عندنا مطارين مطار العالمين طبعا ومطار برج العرب كل اللي بتعمل فيها بيصلت الأضواء على مصر والاستثمار بشكل ممتاز جدا نتمنى أن الفنادق تاخد حيث كبير في الاستثمار تبقى عندنا غرف فندقية كبيرة جدا لأن الفندق بيبقى طوال العام جاذب للسياح وهيبقى المطارات موجودة في الطيران اللي هينزل بالإضافة للاستثمار العقار السياحي الناس اللي بتتملك وإن يبقى فيه شركات كبيرة ضخمة تقدر تأجر حتى الريزورس دي طوال العام لسياح أجانب لأن كل ما زاد عدد السياح عن طريق الغرف الفندقية وعن طريق الطيران الشارتر هيزيد الانكم بشكل كبير طيب أنا سؤالي الأخير إحنا مؤهلين بالعنصر البشري عندنا التأهيل كافي للعامل في المجال السياحي إنه هو يستقبل كل الأعداد دي وتعمل 100% طيب هيل عندنا أنا سياحة وفنة الدكتور وعندنا وعندنا الاستعدادات وعندنا هقول لحضرتك لي مش قولا الريفيوز والقراء عن مصر في كافة المواقع السياحية العالمية ومنظمات السياحة بتشير إلى مصر دايما كوجهة سياحية ده معناه أن أنت نجحة في السيربس نجحة في المطارات نجحة في الخدمة نجحة في كل شيء فالتسويق السياحي هيجزب أكبر عدد من السياح ونحن متوقعين إن شاء الله نوصل للسنة دي 16 مليون سايح أو نتخطى هذا الرقم الفترة الأولى وصل ل7 مليون 6 مليون يعني أكيد يوم بعد يوم المهرجان بينضج والفكرة بتجبر وبعد ما كان الموضوع مقتصر أو بادئ بمجموعة من الحفلات الفنية امتد لي أنشطها تانية والنسخة التانية من المهرجان اتطورت بشكل كبير جدا والدليل على ده لوجة الأرقام طه فيش حجوزات لغاية شهر 9 فولي بوكت كل الفنادق اتحجزت محتاجين عدد أكبر من الغرف الفندقية محتاجين عدد أكبر من تنوع الأنشطة كمان علشان تجذب فئات أخرى من السياح الأجانب زي ما الدكتور حسام قال محتاجين حفلات غنائية عالمية تجذب أيضا سياح غير السياح الخليجي والله لو نقدر نتيجة البنية التحتية عندنا في العالمين أو في أي حتة في مصر أيها نجذب سباق زي سباق الفورمولا هيجذب عدد كبير قوي ده حقيقي نتمنى نتمنى يضعف الحسدين شكرا لك دكتور حضرتك دكتور حسام هزاء عضو الاتحاد المصري للغرف السياحي شكرا جزيلا حضرتك